السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم واحسنوا عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولئن أخذنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مست ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا أن يقولوا لولا أنزل عليه كوز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتضاه قل فأكوا بعشر سور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أن ما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي لهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يخصون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا الناظر وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتابه سائما وضحما أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكفي مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أضلوا ممن افتر على الله كذبا أولئك يعرضون على ربه ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربه ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معدزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسوا وظل عنهم ما كانوا يفترون لا أجرم أنهم في الآخرة هم أخصرون إن الذين آمنوا عن الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعمدوا إلا الله إني يخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرى مثلنا وما نواك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بعد يضاء وما نرا لكم علينا من فضل بل لظنكم كاذبين قال يا قوم رأيتني كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عيني فعميت عليكم أننزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا عن الله وما أنا بطالد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتم فلا تذكرون ولا أقول لكم عيني خزائن الله ولا أعلم غيبا ولا أقول إني ملكم ولا أقول الذين تزدري أعينكم أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم ما في أنفس مني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثر تديالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم مصحي إن أردت أنا أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم وربكم إليه ترجعون أم يقولون افترى قل إن افترعته فعلي إجرعني وأنا بريء مما تجرمون وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قدامنا فلا تابد أي سب ما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا ذو خاطبني في الذين ظلموا إنهم غضقون ويصنع الفلك وكلما مضوا عليه ملأ من قومي سقروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمضنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زودين اثنين وأهلك إلا ما سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجرها أوساها إن ربي العفو الرحيم وي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لمنه وكان في معز ليابنا يذكر معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبلي عصرني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من الرحيم وحال بينهما الموج فكان من المورطين وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء واطلعي وغيض الماء وقدره واسرد على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال ربي إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعدك أن تكون من الجاهلين قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وتغحمني أكون من الخاسرين قيل يا نوح بطب سلام منا وبرغة عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلم وأنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عدن خواه هدى قال يا قوم عبد الله ما لكم من الله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجره إلا على الذي فضرني أفلا تعطلون ويا قوم استغفر ربكم ثم توبوا إليه رسل السماء عليكم من درارا ويزدكم قوة إلا قوتكم لا تتولى مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينته ونحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي ربكم ما من دابة إلا هو آخذ بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قاما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هود والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عادوا لحدوا بآيات وبمعصى رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيده وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويام القيامة ألا إن عذا كفر ربهم ألا بعدا لعاد قومه وإلى ثمود أخوان صالحا قال يا قائم عبد الله ما لكم من الله غيره هو أنشأكم من العرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم طوبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مضجوا قبل هذا تنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم رأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله ناصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقط الله لكم آية فذعوها تأكل في يرض الله ولا تمسوها بسوء فأقضكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا وعود رحمة منا ومن خزء يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود غفروا ربهم ألا بعدا لثمود ولقد جاءت بسرنا إبراهيم وليسر قالوا سلاما قال سلاموا فمربثا جاء بعذ حنيذ فلما رأى عديهم لا تصل إليه نكرم وأودس من خيفة قالوا لا تخف إنا أغسلنا إلى قوم لوط ومرأته قائمة فضحكت فوشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يقوب قالت يا ويلة أألدوا أن أعدوزوا هذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما ذهب عن إبراهيم وجاءت بسر جادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعدوز عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنه آتهم عذاب غير مردود فلما جاءت مسرنا لوط سيئ به وضاق به ذرعون وقال هذا يا مناصيبه وجاءوا بقومه يرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون سيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي أيهن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفه أليس منكم رجل الرشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق فإنك لتعلم ما نريد قال لو أنني بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصل إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفر منك وحدون لراتك إنه مصيب وما صبب إن موعده الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافر لها وانطرنا عليها حذارة من سجيل معضودة مصومتا عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدن أخاهم شعبا فقال يا قوم عبد الله وإلى مدن أخاهم شعبا قال يقوم عبد الله ما لكم من غيره ولا تنقص المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم يوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخصوا الناس أشياء ولا تعزوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفظ قالوا يا شعيب صلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد قال يا قوم رأيتني كوت على بينة من ضبي وضزقني من رسقنا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عن إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ويا قوم لا أجرمنكم شقاطي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم حود أو قوم صالح فما قوم لوط منكم ببعيد واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفعوا كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم رهطي عز عليكم من الله واتخرتمه وراكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيطا ويا قوم يعملوا على مكانتكم مني عويل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن فكاذب وارتقبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعبا والذين أعملوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديار جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود ونقدر سلا موسى بآياتنا سلطان مبين إلى فرعون مليه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأورده النظر وبئس الورد المورود وأطبعوا في هذه اللعنة ويوم القيامة بأس الرفد المغفود ذلك من أباء القرآن قصوا عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنط عنهم آلية التي يدعون من ذول الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذوا أليم شديدة إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم متموع له الناس وذلك يوم مشهود وبعن أخره إلا لأجل المعدود يوم يأتي لاتك اللون السل بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا فبالنال لهم فيها زفير وشهيق وخالدين فيها مع دامة السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد فأما الذين سعيدوا فبالنال لهم فيها مع دامة السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإن لم وفوهم نصيبهم غير منقوص ولقد أتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنه لفي شك منه مريب وإن كل الأموة ليوفي أنه ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت وما أتعب معك ولا تضغم إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا وآطموا الصلاة فإنها عالي وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبروا فإن الله لا يذيع أجر المحسنين فلولا كان من القرون منهم قبلكم لبقيتين هون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من من عجينا منهم فاتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا ما ظحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لعملان جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل مع نصبده شعادك وجاءك في هذه الحق وموعدته وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون عملوا على مكانتكم إنا عاملون فانتظروا إنا منتظرون ولله غيم السماوات والأرض وإليه جعله كله فعمد وذكر عليه وما ربك بغافل عن ما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا مرى تلقاية الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تاقلون نحن نقص عليك أحسن على القصص بما يحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قول الله من الغافل إذ قال يوسف لأبيه يا أمد إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين واستبق الباب قدت قميصه من ضبر مؤلفا سيدها قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شهد من أهلها إن كان قميصه قد من قول فصدقته من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دور فكذبته من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دور قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف وعرضا هذا هو الصغف اللي دعوا بك إنك كنت من الخاطئين وقال النسوة في المدينة مرأة العزيز تراود فتاها عن نفسي قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما صمعت بمكر النار صلت إليهن وأعتدت لهن متكع وأعتدت كل واحدة منهن سكين وقالت يخرج عليهم فلما رأينه وكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم قالت فذلكن الذي نمتنني فيه ولقد غاوته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمروا ليسجنن وليكون من الصاغرين قال ربي السجن أحب إلي مما دعونني إلي وإلا تصف عني كيده النصف إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له رب فاصرب عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدى لهم مين بعد ما ضعفوا الآيات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السنفطيان قال أحدهما إني أراني عصر خمرا وقال الآخر إني يراني أحمل فوق رأسي خبزا نتأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعم ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني رب إني تركت من لدى قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آباء إبراهيم إسحاق يقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر من أسل أشكروا يا صاحبي السن أغباب متفرقون خير عم الله الواحد مقهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتمها أنتم آباءكم ما أنزل الله بها من سلطانه إن الحكم إلا إلا أمروا أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون يا صاحبي السن أما يحبكما فيسقي ربه وخمره وأما الآخر فيصربوا فتأكلوا الطير من رأسه أضي الأمر الذي فيه تستفتيال وقال للذي ظن أنه ناجد منه واذكرني عند ربك فانساه الشيطان ذكرى ربه فلبس في السجن بضع سنين وقال الملك إني رأى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عداف وسبع سوملات حضن وآخر يا أبسات يا أيها الملو أفطوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبدون قالوا أضغاص أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين جاء منهما واذكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويلي فرسلون يوصف ويوصد وغفتنا فيه سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عداف وسبع سوملات حضر ونخلا يابسات يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شدات يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عاموا فيه واثوا الناس وفيه عصرون وقال الملك أتوني به فلما جاءه الرسول قال أرجع إلى ربك فاسألوا ما بال النسوة التي قطى نيدهم إن ربي بكيدهن عليهم قال ما خطبك إذ راوتنا ينسب عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت مرأة العزيز الآن حصل حق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لمخنه بالغيب وأن الله لا يهدي وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله